اشتركوا في القناة وجميع المنظمات والرعاء على اهتمامهم بالشباب البحريني وتوفير الفرص الدراسية والتدريبية للشباب مما سهم في سقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في العديد من المجالات وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن برنامج مساري يعتبر من البرامج المتميزة التي تحدد مسار الشباب البحريني وتدعم خطواتهم نحو التطوير والارتقاء بمهاراتهم عبر جملة من المشاركات العلمية في مختلف التخصصات بدول العالم مشيدا بمخرجات ونتائج البرنامج الذي كان له أثر كبير في تكوين شخصية الشباب البحريني وتدعيمه بالمهارات اللازمة التي من شأنها أن تصنع منه قادة المستقبل وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتعاون السفرات والمنظمات مع القائمين على برنامج مساري وتوفير فرص أمام الشباب البحريني وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودول العالم متمنيا أن يستمر هذا التعاون في توفير فرص ومنح يستفيد منها شباب البحرين هذا وقدشنا سموه داعم للشباب والذي يهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية والخاصة في دعم وتشجيع النشاط الشبابي كما أشهد سموه بالتعاون المشترك بين مملكة البحرين والسفارات المعتمدة على أرض المملكة في المجال التعليمي والثقافي الموجهي لفئة الشباب ويعكس هذا التعاون مدى عمق العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وسفارات الدول المعتمدة في جميع الميادين جاء ذلك لدى استقبال سموه عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين الذين ساهموا في الدعم والجهات الداعمة لبرنامج مساري بحضور سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ويذكر أن برنامج مساري يهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم وزيادة الفرص النوعية والدولية أمامهم وتأهيلهم لخوض التحديات المختلفة والنجاح فيها وذلك من خلال توفير منح دراسية وبرامج تبادل الخبرات في أفضل المؤسسات التعليمية والجامعات على مستوى العالم وتفعيل شراكات مع منظمات غير ربحية لتعزيز المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل وتوفير برامج تدريب مهني في شركات عالمية لإكسابهم الخبرات العملية علاوة على خلق ثقافة التعلم التجريبي من خلال تنفيذ برامج استكشافية في جميع دول العالم وخلال اللقاء كرم سمو الشيخ ناصر بن حمد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لما قدمتها قد تم تقديمهم من فرص لشباب البحريني ودشن سمو علامة داعم للشباب التي تمنح للجهة الرعية للشباب تقديرا وتكريما على جهودهم في هذا السياق وحيث تهدف هذه العلامة إلى تحفيز الجهات والمؤسسات التي تمكن الشباب وتمنحهم الفرص سواء تمثل الدعم في الجانب المادي أو جاء على هيئة فرص في مختلف المجالات وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على أهمية دور القطاع الخاص في تلمية المجتمع لما له من إسهامات كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد إضافة إلى الاهتمام بالكوادر البحرينية وتوظيفها في القطاعات المختلفة وتطوير مهاراتها